أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستكيم تنزيل العزيز الرحيم لتمدر قوما ما أمدر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أغترهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاكهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أمدرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من انتبى ذكر وخاشع رحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونغتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أصيناه في إمام مبين ودريب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تمذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إن البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تمتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أغصى المدينة رجل يسعى قال يا كوم اتبعوا المرسلين انتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أمتهدوا من دوني آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني ذل في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعونك لدخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعضه من دند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم محمدون يا خسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نحيل وعنب وفجرنا فيها من الويون ليأكلوا من تمري وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أغفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل لس له منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تكدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدك الورجون القديم لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبخون وآيات لهم أننا خملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشغ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا كيل لهم ابتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا كيل لهم أغفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعهم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادكين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأهدهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مما رقادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ذلال وعلى الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام كولا من رب الرحيم سلام كولا من رب الرحيم سلام كولا من رب الرحيم وانتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أدل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهتم على أفوايهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأن يبزرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الحلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبقي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم من معاملة أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يقلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون وانتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند ممدرون فلا يغزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن ما خلقناه من نتفة فإذا هو خسيم مبين وذرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين كل يهي الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضي نارا فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحلق مثلهم بلى وهو الخلاك العليم إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ما نكون تكل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر